يوم عنوانه شقاء وتعب لتأمين القوت تقاسمهم المنهك وأجسادهم النحيل في الغالب تصور مدى معاناة فئة الحمالة التي خاضت غمار مجال الأعمال الشاقة مهنة ليست كسائرية المهن تتطلب جهداً كبيراً بمصروف قليل ودون تأمين يعوذ الحمال مشقة تعبه خدمة الحلال حمالة عندك من الصباح الهيق قرب بين 18 صباح الهتت مساهم جلت المغرب تقريباً تلك المغرب كل نهاره كيفاش كل نهاره مكتوبة كل نهاره مكتوبة الموهي مراضين باللي قسمها لنا رب العالمين ننخدم حمالة هذا الفايش نقعده فيه من صباح تلك المغرب ننخدمه فيها غير حلالة بعرك تيفنا عدنا ذلك الفايش عدنا نقعده فيها نهار نقعده من 8 اعتلح فيها حمالة رامي خدمه بعركهم وهذه الخدمة الشريفة عملهم مشرق المضني هذا وبأجر زهيد كادوا يكفي لإعالة فرد واحد فما بالك بأسرة متعددة الأفراد وهو ما جعل الكثيرين ينشدون سلطات المعنية الأخذ بيد فئة الحمالة نتمنى من سلطة المعنية هذه أو سلطة المعنية تشوفها بأي اعتبار نخلص عليها 340 شد بها 300 الضوة حدارة فيه 600 700 300 شد بها هو كالي فيه دين تعدخلا كالي فيه دين تعدخلا كالي فيه مرض نتمنى من سلطة المعنية هذه تشوفها بأي الاعتبار هي إذن انشغلات وأخرى تنفق كل حمال يبقى هاجسه الأكبر في هذه الحياة التأمين والاستقرار نرفعها نحن بدورنا إلى سلطاتي الوصية علها تجد أذانا صغية